اه في مبنى التلفزيون مبنى مزبيره ده حاجة عظيمة جدا مش في مصر بس لا في الوقت العربي ده حاجة تاريخ كبير جدا جدا اصعب المشاهد ايه بقى فيه احنا 15 حلقة مصار اكباري اه 15 حلقة اصعب المشاهد ايه كتير يعني فيه مشاهد كتير لسه صعب وعايز اقول ان يعني لأ الحلقات الجاية كمان يعني اتبقى اقوى من كده احنا من الحلقة الاولى التانية التالت احنا داخلين في الحلقة نهاية هتبقى مفتوحة هتعجبنا مبتقرة جديدة لا النهاية هتبسط الناس اكيد هيجيلنا حالة احباط شوية ثم هيجيلنا النهاية التانية ان احنا لأ في حالة فرحة وحالة انهم دلوقتي في الاخر انا عايزة امشي مع الشخصيات الشخصيات بتوعي وافضل ماشي معهم ففي فكرة ان انا في الاخر عايش معهم ان انا ديول يبقوا جزء من عائلتي ان انا لو اتحطيت في الموقف ده هيحصل ايه انت وانت بتكتب عندك عائلتين يعني بتكتب ما بين فريقين فريق سام عمر بامه سابرين ايوة وفريق احمد داش بامه بسمة فانت عندك الفريقين طول الوقت يعني السيناريو مقسم ما بين عائلتين ما بين العائلتين وفي الاخر كمان اللي احنا مختلفين عنه شوية ان فكرة ان الزوكتين لما عرفوا في الاخر ان هما بقوا هما متصالحين مع نفسهم ما بقوش المفاجأ ان هما شادين مع بعض ان انت بيينت هذا التصالح من المشهد الحلقة الثالثة مبارح ايوة لما تقابله في المستشفى يعني حسستنا كمان بشخصياتهم هما الاثنين طيبين هما الاثنين متصالحين ومززنبون هم الاثنين ومززنبون واحسان اللي هي صابرين راحت قالت الكلام ده العنايات راحت لها البيت لغاية عندها وقالت لها ان انا في الاخر انت ملكيش زنب انت وك insanlar تعرف يعني فاقيت الزوجة التانية هنا ده لسه في حلقة النهار دا اللي انت بتقوله لا ده الحلقة بتاعتني لها حلقة التالتة التالتة أنا رحت لها وقابلتها في البيت وقالت لها أنت في الآخر أنت ملكيش زنب في الحصل ده وقالت لها برضو جملة حياتي قالت لها أن ما فيه ست ما بتبقاش عارفة أن هي بتتخان بس أنا كنت مكبرة دماغي بس أنا كنت مش بفكر كان خلاص العلاقة ما بينه وما بينه انتهت ودايما الزوجة الثانية بتبقى عندنا أن هي عارفة أن الزوج متجوز اللي مختلف عندنا هنا أن هي ما تعرفش أن في الآخر هي بالنسبة لها بسمة ما تعرفش فالصابرين هي الأكبر وهي الأهم فيها دخلت أن أنا مش مزعلة منك أنا مش جاية لهم عليك لأنه محدد شفت حد من حد قدامي دقيقة واحدة عشان عندي مصار إكباري في الوقت